أعرب السباح المصري محمد الحسيني عن سعادته البالغة بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن النماذج الملهمة التي تم تكريمها في الحفل الختمي لمنتدى شباب العالم مشيرا في تصريحات لأون لايف بعد تكريمه في الحفل الختمي أمس عن وجود تحديات كثيرة خلال المرحلة المقبلة له تفخر كل مصر أيها كان شعورك إيه والرئيس بيكرمك وبيبيديك الجائزة دي لأنا كنت ممسوط قوي بتكريمه النهاردة بسكر السيسي لأنا قابلته النهاردة وشفته ممسوط جدا لأنا شفته كويس قوي ومراحب به طيب وقلنا أنت بعد النهاردة بتكرمت هل عندك بقى شعور عايز تعمل حاجة تانية عندك بقى مغامرة تانية عايز تعملها بعد معبارة المنشأ أول مرة أيها أنا شاء الله سنة جاية حاخد العرامات في النيل ودائما من مصبيره طول العرام خمسة كيلو سباحة وبسنوطين وربح حاملة يوم عيد السلطة تحت العائد كاد الخير الشربي والعائد وزير الداخلية ده ما فلاته في قناة السويس إن شاء الله وتمنى الله يسجلني ويدعمني إن شاء الله حال حاجة بتلتين كبيرة للمصر كابل ديناولي وحريف هنقاتين وحقر محاولة المنش مرة جاية إن شاء الله هتكرر محاولة المنش مرة تانية وهترفع على مصر في قناة السويس وهترفع على مصر في النيل قدام ما سبيرو أنا أنا مصر جدا وأنا دي أنا في القاهرة بقى من مصر في كبير ده سأديه لستة اللايز وفعني قديت المصر في ستة اللايز كان مصر أمي بيه النهاردة وحضرني وبأسي النهاردة أنت كمان قولي يحكي لك أنت في أجانب كتير بيسلموا عليك وعرب وناس من أفريقيا ومن العالم قالوا لك إيه ناس بتقول لك إيه بتشجعك تقول لك إيه آه رفعت راسنا مبروك آه عامل المرة تانية إن شاء الله ولبينا دايما معيك إن شاء الله حمل الناس كلها مهتمة بيك وبتابعك وعايزين يسألك أسئلة كتيرة أنت كنت وإنت طالعت قابل الرئيس كان معاك هدية أو كان معاك زي مكسب عايز تدوله قدت له إيه مصحف مصحف تعلق بنا بس ده أكبر مصحف أديل السيسي